رجعنا لحضراتكم مرة تانية وقبل ما نبدأ فقرتنا يعني بعتذر لحضراتكم أني هقول لحضراتكم خبر حزين رغم علمنا بمرضه الشديد إلا أنه نياحته أمر صادم بالنسبة لنا نياحة نيافة الأنبابسانتي أسقف حلوان والمعصرة رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبابسانتي أسقف حلوان والمعصرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر قارب 83 عام بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكتر من 53 سنة منها 38 سنة أسقف هذا وصدقهم صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرخصية بالعباسية غدا الـ 2-4 مارس 2024 ساعة الثالثة عصرات الأنبابسانتي من موليد 8 يولن 1941 من حلوان حصل على بكالوروس الزراعة من جامعة القاهرة 62 وماجستير في الكيميا الحيوية خدم بكنيسة الأنبانتونيوس بشبرة وكنيسة أبو سفين أيضا تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبابشوي سنة 71 سيم قصا في 12 نوبمبر 72 وعين أمينا لدير الأنبابشوي سنة 73 ولقدسة البابا شنودة الثالث انتدبوا للإشراف على كنيسة العذرة بغاردن سيتي سنة 74 عمل مشرف روحي بالكلية الإكلاريكية عام 75 تم ترقيته فمدى قبل سفروا بيد البابا شنودة الثالث في دير البراموس العامر تقريبا يوم 12 يونيو 1975 وكان سيسافر للعمر الرعوي في كنيسة ماري جيرجيس والأنباشنودة بجاردن سيتي في أمريكا تم تعيينه سكرتير خاص في نوبمبر 1980 بسبب ظروفه الصحية ألمت به منذ سنوات قدس البابا تودرس قرار باباويا لتنظيم الوضع الرعوي والإداري في الإبراشية وجاء هذا القرار طبعا نياحة الأنبا بسانتي أمر شديد الإلام للكنيسة وشعب الكنيسة هذا الأب الوديع شديد الوضع والتواضع والمحبة نياحها لروحه الطهرة يصلي عنا أمام عرش النعمة وبعتذر طبعا هذا الخبر الحزين وأستكمل مع حضراتكم فقرتنا الحوارية الأولى اللي ضفتنا فيها الدكتورة إيفون يوسف واحدة من أبرز قيادات وزارة التموين السابقة والحاصلة على جائزة التميز الحكومي إيقص الدكتورة إيفون هنتكلم عنها ومعاها وهنتكلم عن حاجات كثيرة تخص المرأة مساء الخير يا دكتور مساء الخير برسي مساء نحرب طيبة إحنا في شهر المرأة شهر الستة لمية سبت كل سنة وأنتي طيبة وأنتي طيبة برسي خلينا أعرف من حضرتك بإيجاز كده قصة الحياة قصة الكفاح التعليم والشغل والرحلة اللي مشتيها لحد ما وصلتي لده وكمية المعوقات اللي كانت فيها وكمية المجهود اللي قمت بي أنا خريجة كلية التجارة الخارجية شعبة إدارة أعمال وكنا بندرس كمبيوتر في الكلية فطلعت كنت بحب المادة دي وطلعت أشتغل في IT في Information Center جنب الكلية كان أصحابه الأستاذي اللي كان بيدرسني في الكلية ومن هنا ابتدت قصة الشغل اللي ابتدت أشتغل في مجال الكمبيوتر وبعد شوية تدريس اشتغلت في السنتر وبعدين جالي تعيين في وزارة التموين قبلها كنت اشتغلت على التوازي في شركة كمحسبة وبعدين رئيسة حسابات وكنت ماشية شغالة في السنتر كتدريس كمبيوتر والصبح كنت بشتغل في الحسابات وبعدين جالي التعيين اشتغلت استلمت شجعوني الحقيقة أن أنا استلم في وزارة التموين نعمل بس وقفة كده مين اللي شجعت ما احنا دايما المرأة يعني احنا دايما مش عايزين ننسى ان احنا واخنا بنحتفي بالمرأة ان احنا نشكر الداعم الرجل سواء اذا كان الاب أو الزوج أو أو لانه يعني احنا مش في حالة حرب احنا في حالة تكامل يعني طبعا فمين اللي دعمك وشجعك انك تستلمي شغل في وزارة التموين اللي دعمي وشجعني استلم في وزارة التموين كان استاذي دكتور يحيا كمال مصطفى كمال حلمي ده كان بيدرسني كمبيوتر وهو اللي أنا كنت بشغل معاه في السنتر وهو أنا بقوله ده جالي تعيين قالي اه استلمي ده هينشقو مراكز معلومات في مكاتب الوزراء مركز مجلس الوزراء بينشق مراكز معلومات في مكاتب الوزراء فاستلمي واشتغلي وانتي كده بتكملي في نفس الفيلد بتاعك وتشجعت فعلا واستلمت العمل يعني طب خلينا نقف عند منطقة ما انتي خلاص درستي واشتغلتي بتشتغلي الأسرة بقا أي ستة عندها مسؤوليات الأسرة جانب والشغل جانب الأسرة والشغل وبعدين تحضير رسالة الدكتوراه في الاقتصاد وأنا فيه أسرة وفيه شغل أحكي لنا عنه هو الحقيقة أنا طبعا بشكر جوزي الدكتور محسن هو أحنا أساسا نتقابلنا في الشغل اللي هو بتاع الحسابات يعني كان هو مدير الشركة وأنا اشتغلت شوية وبعدين ارتبطنا هو كان شايف أن أنا حلو أن أنا أشتغل وأن أنا عندي طاقة كويسة ممكن أشتغل يعني وما عودش في البيت يعني برغم أن هو شغله كان بيزي جدا وما كانش قادر يعني هو قال لي يعني هتشتغلي بس تتولي رعاية الولاد ورعاية البيت أنا مش هقدر أكون معين في الجزء ده يعني لكن هو فعلا كان مساند ومشجع يعني برضو كان أكيد أي تأثير كان بيتحمله شوية بعدين فعلا نزلت اشتغلت معاه شوية وبعدين طبعا حصل بقى حمله وولاده وكلام كده ريحت في البيت لغاية ما ابني دخل المدرسة وبعدين نزلت الشغل تاني يعني كن بيتخلى لفترة العمل أجازات بدون مرتب طبعا زي كل الأمهات طب بالنسبة بقى للدكتوراه الدكتوراه احنا كنا في فترها كان اتفاقية الجاتها تتطبق على مصر وكان عندنا مشروع في الوزارة تحليل سياسات اقتصادية وكيفية تدرج ان احنا نطبق الاتفاقية على مصر يعني فكان عندنا مشروع أمريكي بيعمل تحليل سياسات الاقتصادية وكلنا بنتدرب احنا كان مجموعة عمل داخل الوزارة على أساس ان احنا نكمل الشغل بعد المشروع ما يمشي فالحقيقة برضو شجعوني الأسات زيتي دكاترا بشكرهم جدا كانوا مستشاري الوزير كان وقتها مرحوم الدكتور جويلي الله يرحمه فشجعوني قالوا لي ان الشغل بتاعة تحليل سياسات انت بتعمليه ده مش رسالة ماجستير بس درسات للدكتوراه احنا بنشجعك انك تدخلي وتكملي دراستك وانتي هتقدري تعملي دراستك حتى الجزء الاحصائي اللي فيها بتشتغليه بنفسك وكده فشجعوني الحقيقة الولاد وقتها كانوا في الدراسة وجوزي كان حابب الموضوع وتشجع وهو كمان دخل معايا درس الماجستير والدكتوراه معايا فكنا البيت بقى كان معسكر مذاكرة بالضبط كنا بنقعد بقى كلنا نذاكر يعني الولاد جنبنا واحنا بنذاكر والولاد عندهم امتحانات واحنا عندنا امتحانات وكده يعني بس وخاتي الدكتوراه حضرتك في الخصوات خاتي الماجستير وبعدين الدكتوراه واشكر ربنا طبعا في مساندة كبيرة يعني جزء طبعا سعيدني جدا جدا في الموضوع ده وساندني وكان بيتحمل طبعا اي قصور اكيد يعني الولاد الحقيقة كان موضوع ايجابي عليهم اشكر ربنا كانوا بيت يعني شجعوا يذكروا بقى مشايفينهم عادة بتذاكر وقعد بيذاكر طلعوا مكافحين هم كمان يعني بيذكروا كانوا متوفقين بس يعني ان حد يفكر في ماجستير ودكتوراه وهو بيشتغل ده لازم حد يكون هو من جواه عنده شغف بالتغيير عنده شغف بتجديد المستقبل عنده شغف بانه انا هعمل حاجة اكتر من اللي انا فيها مش شخص تقليدي يعني يعيش الحياة على وطيرة عادية بقى خلاص بشتغل وبقى بربي عيالي طبعا الحياة تشالينجينج عموما على طول وبعدين يعني علشان الناس تكبر وتترقى لازم تتميزي يعني مهم قوي الموضوع ده وانا بردو كنت يعني مجال شغلي كفي مجال الانفورميشن سنتر وكنا مركز معلومات الوزير كان شغلنا أب تو ديت مننا ليه على طول كان مدينا حافظ وبيحتاج دقة طبعا شديدة كان مدينا حافظ حتى كنا بنذاكر على طول يعني كل السوفتوير بيحصل له أب جريد وأب ديت على طول فعلى طول بنذاكر اللي بعديه اللي بعديه فاحنا بنذاكر على طول في الشغل زائد الجزء العملي والدكتورة ده طب خلينا وابع عن جائزة التمايز الحكومي ايه طبعا الجائزة دي وانا فهمة انها مسألة مش سهلة وانها بيبقى فيها تنافس شديد ازاي حصلتي على جائزة التمايز الحكومي وحسيتي بايه لما رئيس الوزراء كان بيكرامك الجائزة دي كانت نزلة على ليها كذا كاتوجوريا أفضل قيادة أو رؤساء إدارات مركزية كانت البداية وبعدين مديرين عموم مديرين إدارات أفضل مجموعة عمل يعني ليها أكتر من كاتوجوري أنا وقتها كنت رئيسة إدارة مركزية للعلاقات الاخصادية والاتفاقيات مكتب وزير التموين فالحقيقة أنا شفت بعتونا الإعلان يعني وزير التخطيط وإن كان ليها بقى محاور وحاجات لازم تضغطى ونكتب كل حاجة على مراحل تدربنا اللي حصلنا عليه إحنا قدمنا إيه في كل جزء وكل مجال إيه اللي أنا استفدته أنا الشخصي وإيه اللي قفتت بيه شغلي من كل حاجة تعلمتها من كل حاجة درستها إلى آخره يعني فأنا مشيت خطوة خطوة مع الموضوع وابتديت هو كان أونلاين الامتحان كان قبلها فيه امتحان زي قدرات يعني دخلنا فيه أنا الحقيقة رحت لقيت مصر كلها بتمتحني يعني رحت لقيت كل الوزرات ممثلة كل جمهورية مصر العربية بتمتحن الامتحان أو التصفية فأنا قلت يعني يكفيني شرف المحاولة الحقيقة يعني جالي إحساسي مش ممكن في وسط كل ده فدخلت كان الامتحان كومبيترايزت السؤال بييجي بيسألك بتتصرفي إزاي في الموقف ده وهو يعني حاجة ما بتتذكرش هو حاجة حاجة عن خبراتك وقدراتك مهاراتك الشخصية الكندوليت اللي أنت استوعبت بالتأكيد شغلك ساعدك فيها كل حاجة أنت تعلمتيها في حياتك هي انعكست على الإجابات دي وانصل سبمت خلاص السؤال ماشي ويجي لبعدين طبعا فيه تايمينج لو ما لحقتيش مش بخلصي كل الأسئلة وإلى آخره يعني فأنا دخلت خلصت الجزئية دي وأنا يعني مش متوقعة أنا متخيلة يعني نسبة الناس كتير بتمتحن معايا يعني ما توقعتش الحقيقة بعدين لقيتهم ببعتين لي بيقولوا لي أن أنا اكتست المرحلة الأولى وإني أدخل على الموقع ده وأجاوب بقى على بقية الحاجات المطلوبة مني بقى أقدم نفسي كل اللي أنا تعلمته إيه واللي أنا تعلمته انعكس علي وعلى حياتي الأسرية ده امتحن صعب يعني مش حاجة يعني حاجة مش حاجة تتذاكر ده حاجة تعتمد على الشخصية والمهارات ما اكتسبتي خلال حياتي كلها كسبتي أو حصلتي على الجائزة دي قدام يعني العدد اللي كان قد إيه يعني قيادات قيادات كتير جدا دخلت ممثلين كل الوزرات كانت موجودة يختاروا قيادة لكل وزارة أو لقيادة واحدة هو امتحن هم عشر أوائل انت من العشر انا كنت من العشر عشر أوائل على الجمهورية كلها الجمهورية كرامك رئيس الوزراء وكرامك البابا وكرامني معالي الوزير وكرامك معالي الوزير علي مساعدة يعني كلمينة على احساس التكريم ده واكيد صورة بتعدي قدام معنيك كده من بداية شغلك لبداية ترقياتك الكتيرة والمراكز اللي وصلت لها للولاد اكيد التكريم ده يعني شريت سينما بيعدي قدامي كنت بتتكريم كان فرحة طبعا كبيرة جدا وكنت حسن ربنا حبي يعني كافئني بحاجة حلوة قبل ما انهي حياتي الوظيفية واطلع معايش وكده لأ حريك ما تقوليش انك تلاتي لأ تلاتي الحمد لله والحمد لله وكي بس يعني بس ما زلت ليا نشاط الحمد لله مع وصرة القديس ده بالله أنا عايزة أعرفه كنت بتخدمي بتقومي بعمل خدمي وأثناء الشوكل والبيت والمسؤوليات الكثيرة كنت بتعملي ده ازاي وليه يعني كنت ازاي ازاي أدرت هي الحياة ده اللي أنا شفته يعني لما بننشغل قوي بتلاقي نفسك منظمة وماشية تق تق كله وراء بعد كده يعني حتى الولاد يعني فترة أنا ابني كان في عزم وذكرته كان بيتدرب تدريبات شديدة كان بيلعب يعني رياضة وبيروح ولقيته ماشي أكتر سنة أشكر ربنا عليها أنه هو أنجس فيها فالانشغال وتفرير الطاقة وأنك تكوني عندك حاجات كتير بس المهم أنك تكوني منظمة تغافية نظمة دي النصيحة بقى اللي بنقولها لكل طبعا طبعا يعني طيب خليني أقف أنا حرك برضو شاركتي في وضع استراتيجيات الطفولة والأمومة المجلس القامل وطفولة الأمومة واستراتيجيات العنف المجلس القامل المرأة خلينا نتكلم على النقطة هوا الاستراتيجية بتبعث لكل الوزارات تمثل كل الوزارات لوضع هذه الاستراتيجية فكل الوزارة بيكون لها نصيب أو مسؤولة عن جزء في تحقيقه يعني كان بالنسبة لنا إحنا كان فيه جزئية بالنسبة للطفولة والأمومة كان الجزء مهم جدا كان في فترة كان الخبز مدعم بمادة الحديد كانت الإحصاءات طبعا بقية الوزارات التانية شغالة معنا فكان جاي لي بيقولوا قالوا لي أن أيام ما كانت الحديد مع الخبز كان عامل نسبة عالية كويسة في التغلب على مشكلة فقر الدم أو الأنيميا عند الأطفال وعند طبعا الشعب محدود الدخل فالطلب ساعتها من الوزارة أنها تعيد هذا المشروع تاني كان وقف شوية وبعدين فإحنا يعني كل وزارة إحنا رفعنا المعالي الوزير وإحنا حاليا بنضيف مادة الحديد فعلا وزار التموين لغاية تاريخ النهاردة بتضيف مادة الحديد للخبز بحيس بحيس يبقى فيه حد أدنى من مادة الحديد علشان التغلب على فقر الدم والتقزم والحاجات دي برضو كان بتضف فيتامينات للزيت في فترة الفترة دي بعتقد أنها مش موجودة لأن حاجات دي بتحتاج ماليات برضو برضو لكن طبعا الاستراتيجية وزارة الصحة وزارة التضامن وزارة كل الوزرات كانت بتشارك طبعا بتشارك كلهم فيما يخصهم شايفها زي العصر اللي بنعيشه ومن تمكين المرأة واهتمام الدولة خصوصا بقالها فترة بتتم بالفتيات السن الصغير اللي هم المستقبل بتاع اللي هو يعني زي ما بيقولوا النبتة الجديدة مش رسيسة عنصلح في الحاجات اللي بايضة طالحنا عندنا نبتة جديدة نقودها من أولها عشان المستقبل شايفها الحالة اللي مصر بتعيشها من تمكين المرأة ازاي انا الحقيقة شايفة ان مصر في تقدم حلو قوي من من ناحية تمكين المرأة ومسامدتها ودعمها وخصوصا طبعا فخامة الرئيس يعني الحقيقة المرأة بتعيش العصر الزهبي ده حقيقي يعني انا متحيزة جدا جدا بشكل خاص للمرأة المصرية الحقيقة بحسها أم جدعة قوي وزوجة جدعة قوي يعني بتبزل قصارة جهدها لبيتها وولادها وتعليمهم وحياتهم فأنا كل ما هاستثمر وهدعم في الفتيات اللي هم هيبقوا أمهات المستقبل كل ما أنا هتأكد ان انا هاخد جيل قوي وأحسن بكتير عن ما سبقي يعني فهي نسبة وتناسب على قد ما أهدي على قد ما هيخ بتشوفي زي يعني ما زلنا رغم كل القوانين وتغليز العقوبات وما زال في عنف بيمارس ضد المرأة للأسف ده حقيقي الكلام ده يعني واحنا بنشوف الاستراتيجية وبنشتغل فيها وجهنا حاجات أمهات سيدات بتقابل بعنف بدني من الزوك في البيت في عنف نفسي كمان في التوريس وحرمان حرمان للأنسة عامل خصان في السعيد مثلا من الأراضي أو حاجات زي بالزبط كده في حين أن المرأة محتاجة تتمكن اقتصاديا يعني كان فيه إحصائية أنا فاكرة قريتها بيقولك المرأة العاملة بتصرف تسعين في المية من دخلها على أولادها وبيتها وقسرتها فإحنا لما يعني هنشيل عن الفتاة أو الأنسة العنف وتنطلق وتشتغل هتعمل أكتر ده هينعكس على بيتها لسه كان فيه إحصائية بتتكلم على أنه الناتج المحلي هيزيد 34% في حالة تمكين المرأة أكتر في سوق العمل ده حقيقة ده ممكن يوصلنا لحاجات عموما أن البنت يعني أنا بشوف نماذب كتير جدا جدا الستات والبنات بيشتغلوا بمنتهج جدية ويشغلوا كويس قوي قوي وحتى بيقبلوا أحيانا وظائف أقل من قدراتهم وإمكانياتهم علشان يشتغلوا أنا فضلي دقيقة وعايزة من حضرتك تقولي لي كلمة فيها إيه نقص المرأة دلوقتي حاجة نفسك إنها تتحقق الفترة اللي جاية نفسي كل المرأة كل النساء يخلوا بالهم أولا من صحتهم طول الوقت ما هما بيقدموا لبيتهم وولادهم لأن دعمهم الصحي والنفسي هينعاكس على بيتهم وعلى ولادهم يعني هي صحية هتدي أسرة صحية هتقدر تدي مش هتيجي في النص وتبقى هي عايزة معونة هتكون تكون منظمة علشان تقدر تكمبرميز بقى بين مسؤولياتها ومحتاجين المرأة تتم بصحتها ده أمر شديد الأهمية فعلا أنا بشكر حريك جدا الدكتورة إيفون يوسف على وجود حضرتك معنا بهنيك مرة تانية بشهر المرأة وبشكرك وبقول حريك أنت ست بنت ست وتشكرك جدا لوجودك شكرا مشاهدين فاصل قصير وهنروح لمجلس الشيوخ اللي بناقش قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ودفنة سيدة ناب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ شكرا